اشتركوا في القناة فلما رأاه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفس ومن كفر فان ربي غني وكريم وقلنا ليس الاشكال في وقت الضراء انه في الغالب وقت الضراء ان تجي الى الله لكن الاشكال في وقت السراء وقليل من عبادي الشكور ولا ان شكرتم لأزيدنكم انه كان عبدا شكور فلا بدل النعمة من تعلق قبل ان تأتي بمن لماذا لان الرزق لا تطلب الا من الله كما ان الجنة لا تطلب الا من الله والدليل والدليل ان الله هو الرزاق ذو القوة المتينة وتوكل على الحي الذي لا يموت ان الذين تعبدون من دون الله اللي يكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له وهذا الذي يكون من بعض الناس من نتصور لو يتعرف علي البلان وكذا او يسعى او يقول ماذا صنع لنا العلماء او ماذا صنع لنا الحكام واين هؤلاء عنا وكذا لماذا تطلب من الخلق يا اخي اطلب من الله وبعد ان تأتي لابد من الشكر كيف تشكر النعم كيف قلب واللسان وجواهر وكل نعمة بحسنه فالمال ينفق في طاعة الله والعلم لمن سأل اما باللسان الحالة وباللسان المقال رأيت انسان يصلي الى هذا الاتجاه ماذا تصنع نعم تقول لي يا اخي القبلة من هنا نعم هذا لسان حال اما لسان ما قال لو قال لك اين القبلة تقول الله اعلم نعم ترشد الى جهة القبلة وكلك بهذا اجب اخواننا وجوه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله هو الذي جمع فتاوى الشيخ الإسلام رحمه الله كان بن قاسم يسافر ويطيل في السطر وسائل المواصلات في القديم ليس هناك وسائل المواصلات متطورة كما هي في العصر الحافر يخرج احيانا الى العراق الى الشام الى الهند الى مصر ويطيل في السفر احيانا تكون زوجة عبد الرحمن رحمه الله حامل فيخرج وتأخر في السفر يرجع احيانا من الذي يفتح له الباب هذا الحمل فقالت له زوجته يا عبد الرحمن الاولاد يحتاجوا لرعاية ولابد أن تبقى معهم ويكفيك ما جمعت من فتاوى الشيخ الإسلام والاولاد أولى يقال ان الله سبحانه وتعالى ألهم عبد الرحمن ان يقول لها أنا وأنت شركاء في الأجر نصف أجر الفتاوى لي والنصف الثاني لك قالت والله يا عبد الرحمة ما أسألك بعد اليوم اذهب الأولاد علي وأنت عليك الفتاوى الآن نحن هنا في هذه الدورة أسأل الله سبحانه وتعالى نبارك فيها الذين يعني في الخارج ينظمون السير والذين في المطبخ والذين في كذا والذين في كذا نحن وهم أسأل الله يكتب لنا شركاء في الأجر فهؤلاء يعني يضحوا الآن من أجل أن تطلبوا العلم وتحفظوا وتراجعوا فالله الله يعني بهذه الأمور لأن النعمة ابتلى وتحتاج إلى الشكر طيب من نعم ما الدليل على أن الكفار أقر بتوحيد الغذوبية نعم لكن الخصوم بينه وبين النبي عليه الصلاة في ماله يعني يعرف التوحيد فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام نعم فتح الله عليه طيب نعم طلب القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا من دون الله أولياء والذين والذين اتخذوا من دونه من دونه من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا لنقربنا إلى الله زوفا نعم فتح الله عليه بعد هذا نعم دليل الشفاء نعم فتح الله عليك طيب يقول دليل الشمس والقمر يعني أن الله سبحانه وتعالى يكفر من عبد الشمس والقمر والملاك والصالحين نعم مر معنا في الأصول الثلاثة واشد لله إلا اللي خلقهن إنهم إياه تعمدون طيب هذا واضح إن شاء الله لماذا ندرس استوحيد تقدم معنا لماذا ندرس هذا المثل أي مثل القواعد الأربع نعم ندرس مثل القواعد الأربع أولا اتباعا لأهل العين نصيحة العلماء ثانيا لكل شبهات مشركة حتى نرد على بعض الشبهة التي يأتي بها أن نشرك في الزمانين لأن كفار قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتها نعم طيب فتح الله عليك نقسم القواعد أو نفهرس هذا المثل المبارك إلى نعم ثلاثة أقصر الأول المقدمة وفي عنوان السعاد قلنا هذه المقدمة في الحقيقة هي مقدمة الإمام بن القيم رحمه الله ولا ضير أن هؤلاء العلماء يأخذوا ممن تقدروا وساروا على هذه الطريقة الثاني لماذا ندرس التوحيد وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى دائما يركز على هذا الباب ذكر لماذا ندرس التوحيد في الأصل الثلاثة وكذلك هنا في القواعد الأربع وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهة فتح الله عليك الثالث القواعد الأربع قال نعم القواعد الأربع خلاصة لأي كتاب والأصول الثلاثة تقريبا خلاصة لأي كتاب كتاب التوحيد لو قال لك قائل لماذا لا ندرس كشف الشبهات أولا نصيحة العلماء وأن بعض العلماء ومنهم الشيء صالح على الشيء يعني كان يمنع الطلاب من حضور درس كتاب كشف الشبهات إذا لم يدرسوا كتاب التوحيد نعم طيب فتح الله عليك عنوان السعادة نعم عنوان السعادة إذا أعطيها شكر إذا أعطيها شكر وضد هذا إذا أعطيها كفر الثاني إذا ابتليها صبح تسخر نعم وإذا أذنب استخر وضد هذا إذا أذنب قنط قنط من رحمة الله ولم يستغفر فليس الإشكال في أن الإنسان يذنب لكن الإشكال في أنه يذنب ولا يستغفر لو جاء إنسان إلى هذا مثل وقال أنت صنعت قبل عام كذا وقبل عامين كذا وقبل ثلاثة كذا وكذا وكذا فهذا يقول أنا صنعت هذه الأمور لكن تبتل الله يوجه إليه اللوم أنت مثلا الله لو جاء إليك إنسان وقال يا أخي أنا أذكر أن قبل خمس سنين كنت أخيطا له فماذا تقول له تقول نعم هذا أمر كان وأنا أطلب من الله سبحانه وتعالى صحيح فليوجه اللوم إليك الآن لماذا؟ لأن هذا ذنب كان وأقلعت عنه لكن الإشكال يعني إنسان يذنب ولا يستقدر صحيح؟ نعم فتح الله عنك نعم الحنيفية هي ما إلا عن الشيء المبنية عن الإخلاص والتوحيد من هم أولياء الله مع الدليل نعم أولياء الله هم المؤمنون والمستقر الذين جمعوا بين الإيمان والتقو من كان مؤمنا تقي كان الله وليه والدليل والدليل قوله تعالى ألا إلا أعوذي الله إلا خطنا عليهم ونحن المسلمين الذين آمنوا وكانوا يستقلوا الذين آمنوا وكانوا طيب هؤلاء الأولياء يطرعنا الله أم لا نعم طيب من بيديه الرزق الله فهل يمكن أن نطلب الرزق من الأولياء ما يمكن نعم في دولة من الدول يوجد رجل يزعم أنه من أولياء الله وأخذ أموال القرية كلها طبعا بالبعض فهناك رجل من أهل القرية لم يبقى عنده شيء وأشرف عنها لك ولديه شاه فقال أنا أأخذ هذا الشاه إلى السوق وأبيع ثم بعد هذا أشتري شيء من الطعام وأأكل عندما أراد الخروج إلى السوق وإذا بالولي ماذا يصنع ما يستطيع أن يخفي الشاه فقال إلى أين الولي يقول لهذا قال قريد أن أأكل واشتري طعام وبيع هذا الشاه قال لا تعطيني الشاه قال ما أعطيك ما بقي شيء قال اسمع ترى الحجارة هذه الحجارة أحجار صخور قالت ترى هذه الحجارة قال معا قال هذه كانت في الأصل قطيع من الغنم لرجل ولم يريد أن يعطني إياها فقلبت هذا القطيع إلى حجار هذا فكر تضيع الشاه ولا طعام ولا شيء فقال لهذا الولي على زعمه فقال اسمع يا ولي لماذا لا ترد هذه الحجارة إلى قطع غنب وأخذ أنا النص وأنت تأخذ النص ونرتاح الحمد قال أنت مجادل اذهب اذهب اه 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 اي سهل لا يستطيع أن يخلط من العدم إلا إلا الله فكيف ما يزعم هؤلاء من الأولياء وكذا ويعظم القبور يذبح ولاها ويتقرب إليها فليت شعن من أباح ذلك وأورق الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام هؤلاء قدور والله في بعض الدول أهل القرية يعرفوا أن هذا القبر قبر كلب كرمكم الله ايه وهناك أيضا في أحد الدول والله كم القبر هذا لرجل كافر ويعبد من دون الله حتى أن رجل كان لديه حمار ومات هذا الحمار قال والله أنا هذا الحمار لا أترك للسباع لأنه يعني قام وفعل يعني وصنع عليه وقام بخدمة سنين فخرج في أطراف القرية وأخذ يحفل 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 وضع الحمار ورمى عليه التطور ثم رجع متعب إلى بيته وناء خرج واحد من أهل القرية وجد قبر في أطراف البلدة فرجع إلى أهل القرية وصاح فيه فلان ولي من أولياء الله دفنته الملائكة بلين في أطراف القرية أخرج فخرج أهل القرية وأخذ يطوفون وذبحون فهذا عندما استركم بحث ما وجد أحد في القرية فخرج وجد هؤلاء يطوفون حول القر قال وين لكم ماذا تصنع قال هذا ولي من أولياء الله بفنته الملائكة فلي قال هذا حماري فقلنا أن النظر لأهل المعاصي يكون من وجهه نظر تحمد الله العافك تقول يا أب الحمد لله الذي عفا من التلاه بالله والله هذا ليس بجد الأمري الثاني تنكر فهذه المسائل لا تظن أن العلم يعسن من الوقوع في المعاصي لا الذي يعسن هو الله نعم الذي يعسن هو الله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجهة والطاقة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلب تذهل افتقارك إلى الله وتعلم أن هذه النعم هي من عند الله لا بد أن تشكر نعم شكر النعم تعلق العبد ذكرنا أحوال الناس عند المصيبة مع الحكم أحوال الناس عند المصيبة مع الحكم نعم الأول والتسخد والتسخد كبيرا بل قد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشركة الأصل والتسخد يكون بالقلب واللسان والجواري صبر حكم الصبر واجب واجب ستعرف ثمرة حفظ هذه الأشياء بإذن الله تستطيع أن تحكم على أي صلاة أنها صحيحة وباقلة نعم دون أن تفتل لكن تعرف من بعض تعلم الآن فبارك الله فيكم تحفظ وتكتب لنا في ورقة وتسلم الورقة قبل الفجر فيها أمور تسعة أي مطالب علم لا يعرف شروط لا إله إلا الله شروط الصلاة أركان الصلاة لو يأتي عامي الآن ولا يعرف هذه الأمور لا يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة لكن يعرف يصلي نقول صلي يأتي بالشروط والأركان مؤجبات تنتفي عنه صلاة صحيح ولا ننزم بهذا لكن طالب علم ويدعي أنه على طريقة السبب ولا يعرف هذه الأشياء هذا ما يصبح أبدا إذا من يحفظ إذا ما يحفظ الطالب من يحفظ الثاني لابد أن ترتب كما رتب العلماء العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يحفظ مرتب أما إذا دخل هنا مشوش لا يحفظ إلا أن يشاوه تسأل طالب عن أركان الصلاة يقول أركان الصلاة أركان الصلاة السجد على أبدا السبعة والتشهد الأخير وقراءة تقول احفظ وتعال أما الثاني تسأل عن أركان الصلاة يقول القيام مع قدرة كبيرة الإحرام قراءة الفات حافظ تسأل طالب عن الوارثين من الرجال في الفرائد يقول الجد والابن والعم لأب والزوج تقول يا أخي تعبت ممكن تظل الفجر وانت تعبت لكن الثاني تقول أذكر لي الوارثين قال الإبن وأبنه والأب وأبو والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم إبن أخ شقيق إبن أخ لأب عم شقيق عم لأب إبن عم شقيق إبن عم لأب الزوج المعتق الحمد لله هذا الذي تسأل تقول اقرأ لي كذا من القرآن مثلا قال أعوذ بالله من الشهد الرجل بسم الله الرحمن أخذ يقض هذا حافظ أما الذي قال والله لم أراجع أو انتظر قليل هذا قال ما قلت لمحدث قد أعد علي العلماء تعبوا رتبوا لنا العلوم ألفوا المؤلفات بقي تمشي فقط حتى مسائل كثيرة متفرقة جمعوها لك احفظ على ما رتب العلماء بعد فترة تعرف ثمارت هذا الترتيب مثل ما ذكرنا مثلا لكم فالصبر قلنا الصبر على طاعة الله لماذا بدأنا بهذا يأتي إن شاء الله تعالى ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله ترتب العلم فإذا دخل العلم مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب نعم وأبيته سهران وأبيته منعما تريد بعد ذلك لحاق ما يمكن فنجد منكم بارك الله فيكم تأخذ هذه الأمور التسعة تكتبها في ورقة تحفظ تراجع إلى قبل الفجر وأبيته سهران من طلب العلا نام الليالي لا سهر الليالي وقبل الفجر تقوم تصلي وتوتر أقل الوتر أقل الكمال ثلاث ركعات وأقل الوتر ركع قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر وهو يقدر عليه أي ركع من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهو امرأسوه لا تقبل له الشهاد يعني فاسق هذا قول من أنا أنا ما أتكلم بشي أنا ما أفتي قال من ترك الوتر وهو يقدر عليه يقدر عليه ركع فهو أسوء لا تقبل له شهاد توتر ثم تكتب الاختبار وتقدم الاختبار هنا مع صلاة الفجر إن شاء الله بقي مسألة قلنا بعض الطلاب هدان الله إياه يتكبر على العلم والعلم يقول إيش هذا رسالة أنا هذه رسالة عندي مثل شرب الماء الدروس المهمة هذه دروس مهمة لعلمة الأمة أنا لسل من عام الأمة هذا لماذا يكتب في الدورة هنا الدروس المهمة لعلمة الأمة هذه دورة لطلاب العلم وإحنا عوام أنا طالب علم نقول تعالي يا بطن نسل عما في الدروس المهمة أجبت الحمد الله أنت أعلى من عام الأمة وإن لم تجد الأصل أنك لا تصلح أن تكون حتى من عام الأمة لأتعرف هذه الأشياء والله إخواننا هناك من يتكبر على العلم والعلمة ولا تعجب هذه المتوط قال إما أن تكون الدورة في الواسطية والحموية والتدمرية أو لا أحضر مع السلامة ناقص واحد لا إشكار ما أراد أن يسلك هذا الطريق ما يصل هذا انتبه هذا ما يصل إلى ما وصل إليه العلماء العلماء تدرجوا وحفظوا وضبطوا هذه المتوط وبهذا حاز الفنون بفضل الله فإخواننا دروس مهمة لعمة الأمة نعم تقول أنا أريد أن أتعلم ولا أتكبر وأصبر نعم وهذا تقدم معنا في حلية الطالب العلم تصبر وتثابر وتحفظ وتراجع قد يكون الحفظ الآن ركيك لكن بعد الدورة قلنا تستمر على هذا البرنامج تحفظ وتراجع وكذا حتى تضبط العلماء بالإذن الله طيب موعدنا الفجر إن شاء الله تعالى إن شاء الله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإياك ترجمة نانسي قنقر